اشتركوا في القناة طبعاً عواليش دا يبدون بإلغاء الإقامات بسبب الانتخابات حزب المعارض والكذا والكذا نحن ما نحن ندخل بالسياسة نحن عندنا موضوع الهجرة نتكلم عليه المهم هسه صارت إلغاء الإقامات السياحية العقارية إذا بيتك سعر أقل من هالقيد وكذا وكذا كلها صارت والترحيل فالمشكلة للمهاجر أو العراقي أو السوري القاعد في تركيا أو من جناسي أخرى قاعدين في تركيا أصبح الترحيل عليهم قابا قوسين أو أدنى شنو الحل يعني يرجع الشخص مثلاً أنا جاء من العراق ساكن في تركيا أرجع أقعد أفكر أقول له هم راح أرجع للعراق راح أرجع للإطرابة أنا تعلمت على هوى النظيفة أنا تعلمت على البلاد النظيفة هم راح أرجع للإطرابة راح أرجع للطرق راح أرجع للمعاملة السيئة ومن هذا الكلام وحتى السوري نفس الموضوع أو اليمني وكذا وكل الجنسيات هذا يعني الحال ووضع الحال يعني هذا الحال الموجود أنا ماذا أنت من جيبي حتى أنت تحقد عليها ستقول ها يحكي على العراق أو يحكي على سوريا أو يحكي على كذا هذا الحال هذا الموجود المهم فهذا شنو صار من صارت الترحيلات أو صارت إلغاء الإقامات السياحية والدراسية والكذا ارتفع شي ثاني ارتفع سعر التهريب ارتفع فلوس التهريب هو أكو طريقين من التهريب على من تركيا يا عن طريق البحر اليونان وبلغاريا عن طريق البر هاي طريق نحن نسميه البري أو عندك الطريقة الثانية طريقة الطيران هاي كلها أسعارها صعدت صعدت أكثر من ما تتخيله وحتى إذا تكون يعني تقول إنه طريقة الطيران أضمن فأنا يقول لك إنه تنطيك واحد بالمية فقط نجاح إذا تطلع عن طريق تركيا بالمطار إنه اسطنبول أو أنقرة أو أي مطار داخل تركيا لأن هسه هم صار عندهم خبرة مخلي لك ثلاث سيطرات عند باب الطيارة ثلاث سيطرات يفت شوك أو مفارز أو كونترول شو تريد يسميها لا يضحك عليك المهربة أبما تجواز السفر ويقول لك جوازك أصلي هو جوازك أصلي أنوياك بس تلزم تلزم واحد بالمية أنطيك فرصة نجاح بيهم وما العلم حط بي تقديرك إنه هسه ترى المهربين في تركيا تحت الإدارة التركية يعني هو أنت تطيق فلوس وينطيق جواز وينطيق أوراق وينقول لك اطلع من هالطريقة بس أنت خاف من شغله إنه هو ترفاضحك عند الحكومة ليش؟ لأن يستفاد منك فلوس ويستفاد من الحكومة عدم الملاحقة يعني تجي فلوس بحلال فانتبه لهاي الخطوة الخطوة الثانية عن طريق البر إذا تطريد تطلع اليونان أو تطلع البلغارية أو هنغاريا عفوا شنون تطلع؟ إذا تطلع اليونان يقول لك تعال ياخد تعال ما أدروا شنو هل قد تدفع وصعدت الأسعار وكلها تجذب في تجذب بعدين يونيا بعدين البانيا مقدونيا المجر وتظل تصعد الصربيا ومن صربيا الكرواتية هسه راح تقول لي أحمد تسديت الطريق علينا يعني إحنا شنو هسه حلنا نرجع ندرجهنا ونرجع البلادنا ونقعد راح أقول لك لا راح أقول لك ليش ما تختصر كل هالمسافة مثل ما يقول لك عسى أن تكرهوا شيئا وخيرا لكم تختصر كل هالمسافة تريد بها تطلع الاتحاد الأوروبي تهريب وأنطيق دولة لها مميزات إنها مجاورة للاتحاد الأوروبي بس مو بالاتحاد الأوروبي يعني تقدر تنزل بها وتطلع منك اثنين رخيصة نوعا ما مو غالي يعني مثل هسه أسعار في تركيا التلافة تقدر تسوي إذا ما تريد تطلع تقدر تقعد بها تستقر تقدر تسوي مثلا إقامة عقارية وما راح تتخيل بيش الإقامة العقارية كمّل كلامنا صربية سامعين بيها عاصمتها بالقراد كانت اسمها القديم يوغسلافية وسامعين حرب التسعين صربية هي بصف الاتحاد الأوروبي أو جارة الاتحاد الأوروبي عندك المجر وعندك كرواتيا وتصعد فوقها للنمسا صربية إذا نزلت بيها وطلبت مثلا تريد إقامة دائمة متر تطلع تهريبية تريد تقعد تستقر هاي تربي جهالك توديه بمدرسة كذا وتعيش حياتك بس عندك راتب من متقاعد عندك راتب من بلدك يجي مرتاح وتريد تعيش صربية تخيل إنه تقدر تشتري قطعة أرض قطعة أرض صغيرة مثلا بألف دولار تخيل السعر بألف دولار تقدر تاخذ عليها إقامة دائمية قطعة بس متقل لي أقول لك بالعاصمة لا ما أقول لك بالعاصمة قطعة أرض تشتريها تحضر باسمك في صربية سعرها ألف دولار عندك البيوت أسعار البيوت هناك بيأش يعني اجدد تخيل عندك من عشر تالاف دولار فما فوق بس مو بداخل العاصمة وتلقى بخمسة وخمسين ألف وبستين ألف حسب مترية تلقى بربعة تالاف وخمس تالاف وعشر تالاف هاي وين كلها خارج العاصمة شون تركية مو بالعاصمة بالقرى والمدن الصغيرة مالتها هاي الشغلة إذا تريد تستقر تاخذ إقامة دائمية وتقعد في صربية عندك شغلة التهريب من صربية شوفش أنا رح أجيب لك إياها مضبوط صربية تنزل بصربية صربية ترى مجاورة للاتحاد الأوروبي المجر وكرواتيا كرواتيا داخل الاتحاد الأوروبي فوقها منه النمسة أكو المثلث الحدودي صربية جوه المجر ومنها كرواتيا هي جسائر هذا المثلث الحدودي جدا مهم ليش وشنو؟ لأن هذا المثلث ما بيح عليه حراسة لا من طرف الكرواتيين ولا من طرف الصربيين طولة 140 كيلومتر ليش؟ لأن صربية وكرواتيا عندهم مشاكل على هذا الطرف يعني يقولون أنه مثلا صربية تقول أنه نص النهر يفصل حدودنا بين كرواتيا وصربية وكرواتيا تقول لا إحنا مونص النهر إحنا عبر النهر حدود نوية صربية فلهذا ما تلاقي لا تكدس أمني بيها ولا حتى حدود برية تمشي على الحدود لأن من الجهة يتخاوفون أنه إذا صارت أمني يعني هتأخذون الحدود مالتنا فاثنين عاتهم ما يريدون مشاكل فمبتعدين تقريبا عن الحدود يعني مو تمشي بالشارع تمشي على الأتجار بين الأتجار يمن النهر تقدر تفتحها على الخريطة وتشوفها حتى تفتهم هذا المثلث هيك لا تمشي تعبر نهر ولا تمشي على الشارع أكو دوريتين حتى ما شرطة ما صربية مثل ما وصلني آخر تقرير عليها وحدة على الشارع الرئيسي بالبداية وحدة نهاية الشارع وهذا الطريق تمشي وتقدر تعبر عليك رواتية أو على المجر ومنك تشلق على النمسا الفيزا مالت الصربية إذا أنت حجيت 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 مو أقول لكم أسهل من فيزا الصربية ماكو بس الإعلان بذاك الوقت من صار أنه كلها جاية تطلع عن طريق تركيا وبعدين صارت على سلفة بلاروسيا أو روسيا البيضاء العالم قامت تروح وتهج على بولندا والوتوانية والفيزا مالتها وصربية أسهل من فيزتها ماكو ترى صربية فيزتها أول شي يريد منك جواز سفر بيه تسعين يوم ثاني شي يريد إنه إليك إثبات إنه تقدر تشتري التذكرة ذهابا وأيابا من صربية إلى بلدك الثلاثة والأهم يريدون صور من عندك خلصت أنت ما تقدر تسويها بنفسك تقدر أي مكتب في إذا كنت عايش في تركيا تقدر أي مكتب في تركيا ما السياحة يسوي لك إياها وسعرها حتى خلا أقطع الشك باليقي ستين يورو يعني ما تحتاج لها دفتر ودفترين وثلاثة وتحتاج فيزا من نمسا وتحتاج ذاك الغلاء وذاك الغلاء لا باقول لك هي سعرها ستين يورو شقد رخيصة وفيزتها سهلة وتقدر تنزل من صربية وتطلع مباشرة تاخد تكسي من المعسكر بعشرين يورو وطوصا للحدود وأكو ترى مهربين في صربية يقدرون يطلعوكم أنا دائما أتكلم عني إفيدكم وأتكلم عني أنصحكم بأحسن لأن بتركيا حفرة إذا وقعت بيها رح توقع أكثر وأكثر كمن في بغداد السفارة الصربية موجودة في بغداد وتقدر تقدم عن طريقها السفارة الصربية موجودة تقدر تقدر تقدم عن طريق دراسة اللغة تقدر دراسة جامعية تقدر حتى السياحية وتقدر هناك ترى بصر بيها رخيصة بس هي ما قد الإعلان كان يقول على تركيا إذا كنت شاهدني الأول مرة لا تنسى الاشتراك بالقناة وإذا يعجبك الحجي والكلام وفكرت بي اضغط لايك طالما ما راح يقصرك شي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر